الآن بت معلوماً أن في هذه المنطقة الجغرافية هناك قوة تركية أذربيجانية وجورجية ومن الممكن أن تحقق الرؤية الواضحة وأن تنشر السلام والرفاه وأن تعمل على شمل الخطط المستقبلية في خطوط الغاز الطبيعي والطاقة ومتجاد الطاقة الأخرى وهذا سيسهم في رفاه شعوب المنطقة وسيتم العمل على نشر هذا الرفاه والإمكانيات في الدول الأخرى الموجودة في هذه المنطقة أذربيجان تعتبر أنها من الدول الحليفة المهمة لتركيا ولأذربيجان ولجورجيا وهذه الدول الثلاثية تعمل على التجارة المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الثلاث دول فيما يشمل المنطقة أيضاً واليوم تحدثنا عن الطاقة وعن السياحة وعن القطاعات الأخرى التي تسهم في تطور التبادل التجاري وأيضاً التبادل ورفع حجم الاقتصاد فيما بين هذه البلدان وستكون هناك خطوات مهمة جداً سنتخذها في المستقبل القريب في مجال الطاقة هناك اتفاقيات مهمة جداً ونحدد رؤية لتبادل منتجات الطاقة ونقلها إلى الدول الأخرى آمل أن تكون هذه الاتفاقيات وسيلة خير لدول المنطقة ولدول الأخرى أيضاً وهناك الآن مباحثات في هذا الإطار لنقل الغاز من تركيا إلى الدول الأخرى وتبعاً دولة مهمة جداً وتبعاً هناك طرق لنقل السلعة التجارية في هذه المنطقة وأعتقد أنه سيتم العمل عليها أيضاً في الأيام القادمة وبالنسبة لطريق الحرير أيضاً يتم العمل الآن على تطوير المشروع وإيصال هذا الطريق وهناك بالفعل وأيضاً يتم العمل الآن على تطوير خطوط الإنترنت والاتصالات لخطوط الفايبر الآن في المناطق التي تم تعهن من جديد في أذربيجان وفي المناطق المجاورة لها طبعاً تم العمل أيضاً كما تذكرون شاركنا في قمة المناخ كوب 28 وأيضاً سيتم العمل الآن على التحضير للقمة القادمة وأيضاً يتم العمل الآن في أذربيجان لتطوير ولتوطيط العلاقات أكثر مع دول المنطقة وأيضاً الضيوف الآن تترقنا أيضاً إلى المسائل الأخرى وأيضاً إلى العلاقات مع أرمينيا وطبعاً تطرقنا إلى استمرارنا بتنظيف المناطق التي تم تحريرها من أرمينيا نقوم على التنظيف وإزالة الألغام منها والمتفاجرات وأيضاً نعمل على إعادة أعمار المدن المستمرون في هذه العمليات أيضاً وطبعاً حماية وحدة الأراضي الأذربيجانية أمراً مهماً والآن كما هو معروف أنه يجب العمل على السلام ما بين أرمينيا وأذربيجان وهذه فرصة تاريخية وأذربيجان تعمل باتخاذ كل الخطوات اللازمة لذلك نحن نريد في أذربيجان أن نعمل على السلام والرفاه وأيضاً على تقديم أشعب الأذربيجاني كل ما يستحقهم من رفاه وخدمات وبالتالي الآن السياسة الداخلية في أذربيجان تعمل على السلام وتريد السلام ولكن أرمينيا أيضاً يجب عليها أن تتعاون وأيضاً يجب عليها أن تعمل لأسلام ومن أجل السلام وأيضاً أن تتخذ الخطوات الملموسة في هذا الطريق لا شك أن أذربيجان لديها خطة مبرمجة للعمل على السلام ولها ديمومة أيضاً وبالتالي الآن يجب علينا أن ننظر إلى الأمام ولا نبقى في مسائل الماضي ونحسب في مسائل الماضي نحن علينا الآن أن نعمل على التطور وعلى السلام والرفاه وقبل ذلك أيضاً عبرت عن هذه الأراء لزملاء الوزراء وأشكرهم على هذه الزيارة أيضاً ونشكر معالي الوزراء أولاً للوزير التركي سيد هاكم فيدان وبعد ذلك للوزير الخارجي شكراً جزيلاً معالي الوزراء شكراً جزيلاً على الاستضافة شكراً لأسداء الصحفيين في هذه القمة الثلاثية وهذه القمة التاسعة لوزراء الخارجية التركي وجورجي والأذربيجاني وأنا ممتنى وجودي هنا أريد أن أعبر عن سعادتي لوجودي هنا قبل أن أبدأ بكلمة أشكر معالي الوزير سيد بايرامو على هذه الاستضافة وعلاقات الجوار في النية الطيبة مهمة جداً ونحن اليوم نجتمع في هذه المنصة للعمل على توطيط العلاقات مما بين الدول وأخر اجتماع عقدنا في تيفلس كان قبل أربع سنوات وبالتالي هناك الكثير من الأزمات التي وجهناها في هذه الأربع سنوات جائحة كوفيد 19 كانت خربت كل الأنظمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية تزيد من مساوئها وتحدياتها على دول المنطقة بالإضافة إلى المجازر المستمرة في غزة أيضاً تستمر بإظهار العجز العالمي لما يظهر هناك وبالإضافة إلى كل هذا فهناك بعض التطورات الجميلة التي وقعت أيضاً حققت أذربيجان وحدة الأراضي الأذربيجانية في المرحلة الماضية وجورجيا الآن أصبحت من الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنذ الاجتماع الأخير الذي كنا عقدناه قبل سنوات فهنا اليوم أمامنا منظور جديد ورؤية جديدة تشجعنا على العمل المشترك وبحثنا عن سبل تطوير هذه الطرق وأيضاً سبل تطوير هذه العلاقات وتوطيد هذه العلاقات الآن أمامنا فرصة جميلة جداً مع وحدة الأراضي الأذربيجانية هناك تعاون ناجح جداً بيننا وبين أذربيجان وجورجيا في مجال الطاقة وخطوط الاتصالات وتحديث خطوط الاتصالات وأيضاً بحثنا عن ما يمكننا فعله في هذا الطريق الآن أكدنا أنه من ضروري العمل على إعادة القوى الاستيعابية لخطوط باكوتيفلس وبالإضافة إلى ذلك بحثنا عن أهمية الاستراتيجية لخطوط الطاقة الموجودة في أذربيجان وكيفية تطويرها وتمديدها في هذه المنطقة وجددنا الإرادة التركية أيضاً في تقديم الدعم في هذا الإطار ونحن نعمل كثلاث دول هنا بروح التعاون ضمن رئاستنا الدورية لفريق العمل في البحر الأسود والدول التي شاركت في مجموعة العمل أيضاً ونحن أكدنا دعماً أيضاً في هذا الإطار ضمن القمة التي عقدت في العام الماضي اليوم وفي هذا العام أذربيجان ستكون الدولة المستضيفة لقمة الأطراف في اتفاقية الأطراف لاتفاقية المناخ وستستضيف القمة على أراضيها وهذا الأمر مهم جداً وأعتقد أن هذه الفرصة جميلة جداً وواضحة لإثبات قوة أذربيجان أيضاً في هذه المنطقة وهذه فرصة تاريخية أيضاً الآن بعد وحدة الأراضي الأذربيجانية للعمل على السلام والرفاه في هذه المنطقة وأعتقد أنه من الضروري على الدول الأخرى أيضاً أن تسهم في التطور وفي السلام والرفاه وفي سياسة ضمن سياسة الربح المتبادل وخصوصاً بعد فتح ممارسة أنجزور الذي سيساهم في تحرك وتنشيط حركة النقل والتجارة أيضاً في هذه المنطقة معالي الوزير الأذربيجاني بايرامو تحدث عن التطورات الأخيرة في الاتفاقيات الموقعة بين أذربيجان وأرمينيا وأيضاً في طريق الرمية إلى الطريق السلام ووقف تلق النار إلى الوصول إلى السلام التام وأيضاً أكدنا مع جورجيا أيضاً أكدنا على ضرورة العمل للرفاه في هذه المنطقة والسلام في هذه المنطقة ووحدة الأراضي الكاملة في هذه المنطقة وفي ديسمبر من العام الماضي جورجيا حصلت على دولة العدو المرشح لانضمام للاتحاد الأوروبي وكنا قد أكدنا على ضرورة استمرار جورجيا في هذا المسار إلى أن يتم انضمامها بشكل كامل وإن تصبح عدو كامل وتحدثنا أيضاً عن الأثار السلبية للمجازر التي تقع الآن في غزة وتأثيرها السلبية على كل العالم وهذا الظلم الذي يستمر الآن في شهر رمضان المبارك يجب عليها أن تتوقف وطالبنا أيضاً مرة أخرى هنا طالبنا بضرورة وقف اطلاق النار وإيقاف هذا العدوان وإيقاف هذه المجازر بحق المدنيين وأيضاً أكدنا أنه من ضروري العمل على إيصال كل المساعدات الإنسانية اللازمة إلى الفلسطينيين وخصوصاً إلى سكان غزة ونشكر معالي وزير الخارجية الأذربيجانية سيد جيهون بايراموف على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال لي ولي الوفد المرافق وعلى عقده هذه القمة الثلاثية شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً من مدين الفلسطينيين سエتماعي المنظمة وعندنا уدعونا وإنجلينا أصلاً كيف يكون إجتراف لما يحتاج megapصهالات يتفرض علينا أن نكون دول أقوية وأن نعمل دائماً على التعاون وأيضاً أن نعمل على الرفاة في هذه المنطقة نحن اليوم نعمل بكل طاقتنا على توطيد الأمن والاستقرار ونعمل أيضا على توطيد التعاون مع الدول الأخرى وفي هذه المنظومة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وجورجيا سيتم العمل على تفعيل كل الأليات الممكنة لتوطيد العلاقات ولتحقيق الرفاه المشترك أعتقد أن تركيا وأذربيجان وجورجيا تعتبر دول استراتيجية جدا ولديهم قوة استراتيجية كبيرة جدا وأعتقد أن الكثير من القطاعات بإمكاننا أن نطورها ونستفيد منها وتطرقنا بالفعل إلى الطاقة والسياحة والتجارة وتبادل الصناعي وأعتقد أن من الضروري أيضا أن ننتبه إلى العمل على السلام الدائم في منطقة القوقاز وأيضا دعم السلام والاستقرار في القوقاز ووحدة الأراضي أيضا في هذه المنطقة وجورجيا أيضا مستعدة للعمل في هذا الصدد وتطرقنا أيضا إلى العلاقات ما بين أذربيجان وأرمينيا وضرورة التزامهم بهذا الإطار وبإطار العمل على استمرار الهدنة هذا في الوصول إلى السلام وإعادة العلاقات إلى طبيعتها وأنا أشكر أيضا معالي الوزير التركي والوزير الأذربيجاني على تشجيعهم جورجيا في إطار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وطبعا في طريق دمامنا إلى الاتحاد الأوروبي أعتقد أن هذه الطرق التجارية الآن ستزداد أهمية وبالتالي من ضروري العمل على تطويرها وبعد ذلك سيتم العمل من خلال هذه الطرق على رفع مستوى الرفاه في هذه المنطقة وسنكون الدولة الواصلة بالفعل بين دول آسيا وأوروبا وهذه الطرق التي ستصل بالطاقة والتجارة وأيضا شحنات التجارية ستكون ممجدا الآن سيتم العمل على إعادة حياء الطرق الواصلة للطاقة في بعض المدن التركية الحدودية مع جورجيا وأذربيجان أيضا ونحن نهتم بالعمل على تجديد الطرق التجارية وأيضا سيتم الحصول على شهادات الترانزيت التي ستسمح أيضا بمرور الشاحنات في الطريق التجارية وأيضا السكك الحديدية بين كارس واللهيا أيضا سيتم العمل على تجديد السكك الحديدية في لهيا التي يتم عيادة حياء القطار وحركة القطار في الواصلة بين تركيا وجورجيا وهذا أيضا سيسهم في التشجيع على السياحة ونحن أكدنا في اجتماعاتنا قبل قليل أننا مستعدين لتحويل هذه العلاقات وتطوير هذه العلاقات لتتحول إلى علاقات استراتيجية أشكر معالي وزير الخارجية الأذربيجانية سيد جيهون بايرامو على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبالي ولي الوافد المرافق شكرا جزيلا شكرا جزيلا